اشتركوا في القناة فيما يتعلق بعرض جدول الناخبين الخاص بهذه الدائرة حيث بدأت الفترة المحددة لعرضه من اليوم وحتى يوم السبت المقبل وأكدوا على دور الناخب في الرقابة على جدول الناخبين من خلال التحقق من وجود أسمائهم وتقديم طلبات التصحيح أو الاعتراض إن وجدت وذلك عبر الوسائل المتاحة بهذا الشأن سواء عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات أو اللجنة الإشرافية كما جرى الاطلاع على الترتيبات لجميع المراحل الانتخابية بما يكفل توفر المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لتمكين الناخبين بهذه الدائرة من أداء حقهم في انتخاب عضو مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر